وشكراً له تعالى صلى الله وسلم وضعك عليه وعلى آله وأصحابه وأكداعه في إبسال آل المدين أما ذاته فيانا عشر المسلمين اتقوا الله تعالى وراطعوا وراطعوا في شعوركم كلها فإنه سبحانه وتعالى رطيم عليكم سنيع لي أخباركم اطلع على أعمالكم عليهم بما في قلوبكم يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرطون وما تردون الله عليهم بلاد السموء أيها الناس من عرف الله تعالى من عرف الله تعالى قال معيه راقبه بالسر والعالم وخاطبه بالغيب والشهادة فلا يقصبه أمره ولا يرتكب له لهيه فإن زلت به القدم آبر للنورة والاستغفار يخاف لما ويرجو عفورته سبحانه وتعالى إنما تذر الذين يحسون رطهم بالغيب ومن الدعاء المغوين ومن الدعاء المغوين المغوين اللهم ونسألك فالشيكة بالغيب والشهادة والسلام وهذا يقضي وهذا يقضي الحذر من معصية السل لأن الله تعالى مطلع على العبد مطلع على العبد في خلوته وجلوته إن الله كان عائم رقيبا فلا يستطيع فلا يستطيع الضياب عن نني سبحانه وتعالته بظهنه والماضع في معاصر خلوات فيه ضحف إيمان لأنه دخل عن نظر الله تعالى إليه وعلمه سبحانه ذهب وفيه تشبه من المنافقين فإنهم ينظرون خلافنا للغنون يستخبون من الناس ولا يستخبون من الله وهو منهم إن يبيتون ما لا ينظر من القول وكيان الله فيما يعملون مخيطا قال العلمان قد كثير رحمه الله هل إنكارم على المنافقين هل إنكارم على المنافقين في كونه يستخبون من قبارهم من الناس لأن لا ينفر عليهم ويجاهرون الله تعالى لها لأنه مطلع على سرائرهم لأنه مطلع على سرائرهم وعالم كما في منافقين ومن السبعة ومن السبعة الذين يضبهم الله تعالى يوم القيامة كما في منافقين صحيح ورجل 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 من دعاكم رأكم ذات منصد وجمال فقال إني أخاق الله فقال إني أخاق الله خلال بها خلال بها وهي الخريب ودعاكم لبقوع عليها وهي جميلة منطوبة ومنصبها يضرر فيها ويمدد خرب من نويها فما تم إلا مخافة الله تعالى للسر وخشيته بالضيب فحارت بينه وبين ناصية للسر قال العمامة الرجل رحمه الله تعالى وخشية الله تعالى وخشية الله تعالى للسر إنما تصدر عن قوة الإيمان ومجاهدة للنفس والهوى فإن الهوى يدلو في الخلوة إلى المعاصر ولها الرقيم إن من أعز الأشياء إن من أعز الأشياء الواع في الخلوة انتهى البلاد المؤمنين الله إن الذي عاش والمسلمين إن الذي يمنع العبد إن الذي يمنع العبد من مرسية السر مخافة الله تعالى ومن تلل تلك المنزل حقق الإحسان لأنه يعرف الله تعالى كأنه يراه فإن لم يراه فإن الله تعالى يراه قال الربيب المسلمين رحمه الله إذا سكن الخوف إذا سكن الخوف القلوب أحمد الله والشهادات منها وطارد الدنيا عنها انتهى وطارد الدنيا عنها السلم رجل اشتركوا في القناة